السلام عليكم مشاهدين ومتابعين أينما كنتم وحلقة جديدة من برنامج اليوم سنكون لكم بمعرض العراق الدولي للكتاب المقام في معرض بغداد بعد الثورة اللي صارت بالعراق والازدهار اللي شهدتها العراق بأغلب الجوانب لأسيما الثقافية وغيرها ومثل ما تشوفون هذا الإرث والتاريخ بما أنه كان أبيض وأشود سابقا وهذا الازدهار اللي صار وصال الألوان يا رب نتمنى أنه العراق خلال المرحلة المقبلة وخلال الفترة الجاية أنه يكون مزدهر في ألوان الربيع ناقذكم بحلقة وتغطية في معرض العراق خليكم تغطية في معرض بغداد الدولي وما عفواً معرض العراق الدولي الكتاب الذي مقام على معرض بغداد الدولي ميثم كيف حالك؟ لا خليك أنا مشتاقلة سعيد جداً شوفتك بالله أكريم ليس مبولغاً الحلو في الموضوع في كل دورة في معرض الكتاب يشوفها هذا يمكن الدورة الرابعة يشوفك أنا حقيقة قلت لك إيها ببداية يعني بدون تملقاً أنا سعيد الحظ والله في دول قلبك الكتاب هو في شيء عظيم في دول قلبك بس أنت شوفتك بالله الله يسمى ميثم كما أننا نحن بالوسط وأنت أستاذنا ومخرجنا لا أتذكر بي هذه هي تلفزيونات هذه الألوان التي جاء نشوفها الآن والشنالات والأشياء والشنالات هذه تتذكرك وشي قضية بي شاند أصح خلي الظبانة يدير ببحدة على اللمز تتذكرها فعلاً لا ولكن موضوع بعد أهم إذا تدوسها مرأة 7 كتاب جوان يروح بي جنانشون يبلع تبلعك حية جنانشون جين جين أنا أتمنى لك توفيق سعر عليك شكراً لك وإن شاء الله الدورة المقبلة مشهورة في دولك نعم سمي إستيرفان ياك لا تخابرني أو رسلني واتساب أجيب لا إن شاء الله أقدر أبوسك لا أنا بعد أوكي أنا ما يحتاج يعني حتى خابرك ضرور راح ألقاك إذا أصلاً الفتاق ما مطلق شكراً جزيلاً نعم وشاهد الكرام بالتالي اللهم يتواصلوا إياكم وبالتالي هي رسالة أو مجرد فكرة أنه ما تروحها لجنابكم أو نعرضها لجنابكم أنه بدل هذه الصورة اللي موجودة اللي ناقلينها لشارع المتنبي نتمنى أنه تكون دورة من الدورات معرض الكتاب أو بما أنه يخص الموضوع يخص الكتاب فنتمنى أنه يكون بشارع المتنبي باعتباره شارع تراثي شارع تاريخي وبالتالي هو معروف أيضاً بشارع الكتاب متواصلوا إياكم خليكم أعرف شاهد الكرام متواصلوا إياكم من معرض العراق للكتاب الدولبي معرض بغداد الدولي وبالتالي نحن اليوم في ظل الأيام اللي جانيشهدها هي أيام المونديال وكئس العالم لكنه جانيشوف أنه الناس موجودين ومتواجدين هنا بمعرض العراق بالكتاب السلام عليكم وعليكم السلام عليكم شوان أخبارك يا مرحب رزيزين حلو هاي الأجواء نعم فيها طابع يعني طابع الكتب الكتب القاعدة الملتقن القاعدة الملتقن الناس اللي إذا شوفهم حقيقة يعني فيه اقبال شديد على المعروض الكتب نعم دل أنه أكو ثقافة أكو ناس تقرأ أكو ناس تتابع هذه يعني هسا تدخل الجو القاعدة الملتقن يعني ناس بنات شباب كبار يعني يعني هذه ظاهرة حقيقة جيدة جدا يعني نفتغلها يا ريت إنه الدولة شجحة هو مدعوم اليوم المعرض لا مدعوم دورات السابقة لكن أنا أكو شؤال أكو شؤال نعم حضرت الدورات السابقة نعم هاللي صارت كان التنظيم أفضل من هاي السابق نعم صح؟ اتفقوا يوايب هاي جسيب نعم شون اللي يختلف أنا ممكن أنه أحس القاعدة الواسعة المفتوحة أحس فوضوية أو شعبية شروط المشاركة خفوا فيها الظاهر يعني والأسعار مرتفعة مرتفعة جدا يعني نعم والدور يمكن أقل دور المشاركة هاي الدولة والله دوره هوايب يشتركة بس مو مثل دولات السابقة كان أفضل أرسل المعارض السابقة كانت أرسل الكتاب العنوان المادة المنشورة العناوين في صورة عامة حتى من ناحة الطباعة اشتريت كتب منها بعدك أشتريت لأنه ليش؟ يعني غالي جدا غالي بس هذا الموضوع يعني اللي تعقب علي المتطاع الشعب؟ طبعا يعني هذا ما يخليك تشتريه أنا موظف رأت فيه محدود يعني هسا الكتاب تسأل عليه بـ 15 دينار يعني هو قيمة خمس تاراقين المتنبذة الغابات السعر أي جوء أقل أي يعني لقيت قصرة مال خاط ألف دينار والمتنبذة سيل تقلي بالخير ضعف يعني ممكن أنه يقول لك هالإيجارات عندنا هنا مشتراكات دور نشر دور نشر بس مضعومة من الدولة المفروض تسعيرها ماكو على الكتاب يعني بكيف البائع يقول لهذا مايش الكتاب يقول لك بخمسة عشرة نعم تلحوا إياه شوية العاملة يبطي كيابة 8000 دينار ما تعرف السعر التشكيل يعني المفروض هذي ليه بولو كذا بسعر حتى من أجو يقول لاني بيش هذا الكتاب يقول لي محتعر موجود ممتاز ماكو سعر نعم أنا أترجع وياكو بهاي جزية لكن خلنشرك أستاذ الفاضل أستاذنا شونك؟ الله يحفظك أستاذ سلمك هلواء السدارة الله يسلمك السدارة البردادية هي العثمانية هي؟ لا هي سموها الفيصلية الفيصلية والعثمانية؟ لا لا عثمانية ما كانت موجودة الصدارة لكن الفيصلية بالطول هيا نعم شون الوحدة العراقية؟ والله يا رايت يا رايت الوحدة العراقية هي التمثيل الحقيقي للشعب والله بدون عناوين بدون غموز بدون مذاهب بدون أحزاب أستاذ الكريم لا يوجد ميزة بالعراق نعم يعني تلقاها بالعراق ما تلقاها باقي البلدان وأنا دائما أحتيه وأفتخر به نعم نحن في ظل هذا التنوع الذي جاي نشوفه وتعدل الطوائف نعم والثقافات المتنوعة الموجودة بالعراق طبعا هذا شيء أني نادر تشوفه بالبلدان أكيد بس بالعراق إحنا عدنا أكيد زيء لكن اللي أريد أقول أنه لربما الجهات السياسية أو سياسيون هذه الجهات هم اللي يعرفوا بالموضوع أدلجة الفكر أدلجة غيروا الفكر غيروا الصورة اللي هي هي الطعنة حقيقة هي الطعنة النجلاء للمعرفة أن يؤدلج الفكر لصالح جهة معينة فهي هاي الضربة يعني الطعنة التي تقضي على المعرفة والثقافة قضاء مبرم ولهذا بالعراق يعني حقيقة مما يجب أن يفتخر به العراقي هو أن هذه المحاولات الجارية على قدم وساق لتمزيق هذا النسيج المحكم باءت بالفشل جميعها وستبقى مقولة أن القاهرة تكتب وبيروت تطبع وبغداد تغرق ستبقى هذه المقولة حية وباقية ليشهد العالم أنه ما من غارئ جيد في هذه المعمورة كالعراق أبدا وما كاتب جيد لله في العراق أكيد أكيد أم أعضد الحديث بأنه هو الحرب من العراق القضية ليست عصبية أو عاطفية أو تعصب للبلد الذي شئت فيه ولكن القضية طبعا مفروغ من عدها عالميا حتى أنه بالقياسات الذكاء العالمي المشهور العراقي في المقام الأول بالذكاء على جميع المستويات نعم بالذكاء حتى بالمعلومات المستوى المعرفية يعني إذا يقال أنه أنت عراقي انتهت بعد لكن بالتأكيد أنه الأحداث الأخيرة يعني كادت أن تمزق شيء من هذا المستوى ولكن ترجع بالتنكيد العراقي تعافى بسرعة بظل هذا الحديث الذي حجيته قلت أنه تقضى على الفقافات وعلى القراءة نعم لحنا اليوم في معرض بغداد وعرض العراق الدولي بكتاب نسبة القراء القارئين وعلى تبشتر بخير الحضور أكثر مما كنا تصور ولكن كنت أود الدورات السابقة وعفو للمقاطئ حتى حضور أكوال أنا كل الدورات أحضر يعني يمكن أنكث الآن معزم منها هذه سبب يعني لكن الحضور ما شاء الله زيان يعني قراء إذا هذول الموجودين كلهم يقتنون كتب ويقضون فنحن بخير يعني فلكن مسألة الأسعار والله للأسف حلو أنا دائما ما نشيد هذا الموضوع بالتالي هذه المسألة ما نحلت بالتالي بالمرحلة المقبلة بالدورات المقبلة يكون هذا الموضوع نحل والله إن شاء الله نتمنى يعني إن شاء الله اثنين وبربع الله يحفر شكرا جزيلا يا سلام دعا مشاهد الكرام التواصل معكم بالتالي هو موضوع ارتفاع الأسعار دائما ما يتحدثون بأنه القادمين لمعرض بغداد أو معرض العراق الدولي للكتاب دائما ما يعانون من هذه المسألة مسألة ارتفاع الأسعار وحشينا وناشدنا أكثر من مرة وأكثر من مناشدة وحتى المؤسسات أيضا الإعلامية اتمنت أنه وجهت رسالة بهذا الموضوع بالخصوص أنه يكون دعم حكومي لهذا المعرض حتى تكون أسعار رمزية في الكتب متواصلوا إياكم؟ خليكم يا جلة وبت الجمال عرائش وحمائم غنت إليك هديلا الله وتناسلت رسل الجمال بطلة نسل الزمان حدائقا وفصولا الله الله شانك فقط حبيبي مرحبا شانك فقط نحن دائما أنه معرض الكتاب يقولون لقادة الرأي للناس الواعية المتلقفين نسينا كدور مهم أنه هو الشعر من بيئة فقيرة صح لا مصح فبالتالي أنه اليوم المعرض هو للجميع لكن كشعراء شنو حصتكم من هذا المعرض؟ بسم الله الرحمن الرحيم حقيقة المعرض الدولي يعني إحنا ننتظر من السنة للسنة كشعراء كشعراء وكقراء يعني مبس إحنا أغلب المهتمين بالجانب التقافي بسلحة التقافية ينتظرون معرض الدولي من السنة للسنة ليه أشي ينتظرون؟ أول شي هو تظاهرة القراءة والعراق معروف تاريخيا أكثر من يقرأ أكثر من يقرأ كان قبل مقولة مصر تكتب وتكتب ولبنان ولبنان تطبع والعراق يقرأ نعم مع تفاوت الأزمنة واختلافات محاولين أكثر رائعا وهذا نبقى كل شي مهمة العام أشوفها أكثر حضورا من السنة صح لو مصح صح العام أكثر حضورا وأكثر تنظيما أول من أدخل كان هذا الكتاب البوك والتنسيق والجناح والقاعات والقاعات من حصرة كلها بقاعوا من حصرة هناك وقاع لي وحدة لي قدام نعم يعني أشوف العام كان أقوى حضورا أو حتى كان بكته تحاد الأدباء أقام جلسات نعم وصادف مهرجان الجواهري مع إقامة مهرجان الدولي أضاف له جمالية وأضاف له روحية أكثر وحسب معلومة لدينا وحسب تصور القائمين على الموضوع أنهم متوقعين ماكوا عدد راح يجي على اعتبار أنه كيس العالم موجود اليوم هذا اليوم براجر كرواتي بستة اليوم المون ديالة بشكل عام بشكل عام أثر على الحركة الاقتصادية حتى على شارع المتنبي صحيح صحيح بس مع ذلك اللي يريد يجيس اليوم جمعة مثلا ممكن واحد من الصباح ممكن يجيو الظهر شو علم واللعبة يقدر واحدة شو ملخصها يا سحنا لا هي بنتها مباشرة مع ذلك الحضور حد الآن جيد نعم بس مايرتقي للعام العام كان أكثر حضرا ودخول من الناقة كان أكثر أناقة خلي نقول نعم تبقى الدور اللي جدي وحقيقتهم مشاركة مشاركة بالمعرض أكون ملاحظتين عليها الأولى الأسعار غالي هذا الموضوع الموضوع مهم جاي يتكرر يعني الظاهر اللي يطلعون إجرة الفندق معرف فراث القارة يعني أنت نسوي معرض بغداد قبل كانت تعطى كتب هدايا أصلاً فعلاً مجاناً مجاناً حالياً هذا إن شاء الله ما موجودة خلنا نقول كتب خلنا نقول كتيبات مثلاً دعاية لدور النشر دعاية للكاتب للكاتب للبلد نفسه هذا حالياً ما موجودة الأسعار غالية جداً مقارةً مع أسعار الشرع المتنبي الشيء الثاني بعض الدور عدد كتبها قليل يعني يعني منازب بثقل وهذا أيضاً إلى تأثيره خلي استثمر وجودك بسؤال إنه شريحة الشعراء الشعراء الفصيح يعني مشعر الشعبي مظلمين حالياً بالوقت الحالي إعلامياً تثقيقياً أو حتى إنه نقول جماهيرياً للأسف الشعر العربي سواء كان شعر ذو الشطرين أو شعر عمودي هو العمودي ذو الشطرين أو شعر التفعيلة المهم أصبح شعر نخبوي يعني حتى مثلاً بكلمات صعبة جداً الناس ميلانها للشعر الشعبي أكثر أسهل باعتبارها أسهل بس إحنا أيضاً من نقرأ قصاد ما نقرأ شي صعب ممكن المتلقي يفهم خلي تعبر عليها كلمة كلمتين يدورها بقاموز جوجل ويطلحها ويثري ثقافته وانت بالتالي ضايف لهذه المعلومة حتى لو ما عرفه ومن جانبه كان أبو تمام بزمنه نعم يقول أنت شعرك ما يفهم أو ليش تكتب بهالصورة هذه قل ليش أنت ما ترتقي إليه يعني أكتب لك بأسلوب أنت صعد لي ليش لننزلك أنا اليوم مو بهالصورة هذه نحن نقول بس المفروض المتلقي عنده شوية مزين يقدر يرتقي للمساوى أكو أسه بالحداثة الحداثة الشعري يكون ملمع يجبع بين الشعبي وبين العمودي وبين العمودي هذا الموضوع يؤثر عن جودة القصيدة القصيحة قصيدة العمودي شعر الملمع هو مو حداثة جدا يعني ظهر بالستينيات بالخمسينيات نعم حقيقة الممازجة هذه ما تخدم القصيدة لو أكتب على وجه شعبي صح لو أكتب على لا صور بلونيين أبين أقول لي صور بلونيين الشعب مين طبعا 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 نفقد واحدة الموضوع واحدة الموضوع حتى الموسيقى تختلف يعني من أجل أقرأ قصيدة على بحر معين وتفاجيني تصير جنب وتعبر لي على شطر شعبي وشطر فصيح خلو نقول هذا ما يخدم القصيدة شعر المنمع يعني ظهر قتلك بالخمسينيات وما نجح زي فهذا مو حداثةوي حقيقة ليس بالحداثة الحداثة في كل الشعر أن تأتي بأسلوب جديد أن تأتي بمفاجأة تفاجأ تكتف اللغة مالتك تفاجأ المتلقي بداخل الناس بصورة جديدة نسمع شي نسمع شي بكتام أكثر شي تحب أنت أكثر شي معتز به يعني نقول هذه القصيدة بين قوسين أزامط به كشكتك القصائد وهواي الموجودة عندنا لا لا خلي نعم القصائد وهواي عند هذه المجموعة الشعرية شضايا الصمت نعم المجموعة الأولى أقرأ لك منعتها من قصيدة موانئ الحنين نعم يعني القصيدة هذه هواي اللي قطيتها وحتى ما زلها على اليوتيوب هواي عليها وردود أفعال ردود أفعال تمام أفعال الشمس تشرق من جبينك قيلة والصبح يبزغ ناعسا وجميلا لا توقظ الأيام من حلم الهوى عشق تضوع في السناء كليلا قلب الصليب قلب الصليب قلب الصليب معلق في صدرها عهد جديد يكتب الإنجيل شيطان سحرك في الغواية آية رتلت حبك في الهوى ترتيلا يا جنة وبك الجمال عرائش وحمائم غنت إليك هديلا وتناسلت رسل الجمال بطلة نسل الزمان حدائقا وفصولا البحر من عينيك يستجد المدى والنجم يطلب من سناك دليلا والخد في غمازتيه حكاية والثغر يقطر سلسلا معسولا أخاذة هذا الجمال فديته لم يبق في روض الجمال متيلة الله الله شاعر صادق العقابي حبيبي عضو التحادي الدباء والكتاب في العراق يا حبيبي إن شاء الله أتمنى أنهم تقومون دوركم إن شاء الله جهودكم ويانا أتمنى أنه على كل المؤسسات على كل برامجنا الشعرية برامجنا الثقافية إنه تصلط الضوء على شعراء الشعر الفصيح فبالتالي إحنا اليوم ترغم كثرة البرامج اللي جاي نشوفه وكثرة الشعراء اللي موجودين الشعبيين أيضا هناك شعراء جماعة الكتاب الشعر الفصيح نتمنى أنه يأخذون دورهم الإعلامي والجماهير المتواصل إياكم حاليكم السلام عليكم دكتور حبيبي أهلا وسهلا عليكم السلام بداية خلنا نتحدث عن دار جسد وآخر صداراته والكتب اللي أكثر مبيعا على اعتبار أنه اليوم ممكن فرصة طيبة إنه تكون معرض العراق الدولي للكتاب أهلا وسهلا بداية دار جسد هي دار نشر عراقية شابة ستة ألفين وسبعة عشر تصدر تقريبا بحدود الخمسة وعشرين كتاب كل سنة الحمد لله والشكر أصدرنا عدد كبير من الكتب في مجالات الدراسات والرواية وكتب الأطفال من الكتب الأكثر مبيعا عندنا هو كتاب نطفة كونية وكواليس الكون لهاشم المختار ما شاء الله اكتسحت طبعا هي طبعا مشتركة مع دار ومكتبة متحف الكتب حاليا اليوم احنا محتفين بالمؤلف وبالنجاح الكبير ومسوي لحفل توقيع وما شاء الله الإقبال عليها واسع جمهورة يحبها جايين عليها بس مجرد حتى يشوفوا يوقعون الكتب اللي هم أصلا ما أقضيها سابقا فمحفى الأدب رائع وجميل واستمتعنا والله يودهم شاركتونا بهاي اللحظات الحلوة نشكركم على تواجدكم الله يخليك هذا الإقبال اللي على هاي الكتب اللي صدرها للكاتب هاشم المختار انه ممكن بها نوع من الغرابة شوي اللي يخلى الناس انه تقتني تتناول مواضيع حساسة الناس يهتمون انه يطلعون عليها مثلا مواضيع المؤامر الكونية ومواضيع الاختلافات السياسية وبعض التفاصيل الحساسة اللي ممكن انه الجمهور العراقي بالذات يكون متحمس إلها تعرف احنا كشعب عراقي مر بواية مؤاسي تمام فداما يبحث عن الحقيقة احنا ليش مرنا بهاي التفاصيل فداخل الكتب لقوا لقوا بعض الأجوبة ولهالسبب لاقت رواج وانتشار اي نعم الله يخلينا يوم مشاركتكم بالمعرض حدثنا عن طباعكم بالمعرض هاي المشاركة الثالثة لنا شون اللي ميزها او شون اللي اختلاف بين السبقات الدورتين اللي شاركتوا بها السابقة والدورة الحالية والله هي الحمد لله وشكرك ادارة معرض سنة عن سنة قاعدت تتحسن دنيا شتاء ومعالقين التفعيد لكن المشكلة اللي تواجهنا بالمعارض في الوقت الحالي القدرة الشرائية للمجتمع وواجهتنا ايضا مشاكل غلاء الأسعار المعارض الطباع عالميا فموجود الاقبال لكن قدرة الشرائية ضعيفة للهسب الشريط ونتأمل انه بالمستقبل انه تكون قدرة الشرائية اكبر تكون اكو تسهيلات ايضا من الدولة حتى انه تدعم الكتاب لانه الكتاب يمر بمرحلة حارجة وصعبة الله يخليك مشاهد الكرام وبالتالي يعني فخور جدا انه الكتب الاكثر مبيعا هي تخص احد زملائي واحد اصدقائي هاشم المختار هاشم المختار على اعتبار انه عمل بقناة الايام فترة من الفترات من المفرح انه نشوف هاي الكتب اللي موجودة حاليا بدار جسد جاي تتصدر الكتب الافضل مبيعا فبالتالي اتمنى التوفيق الزمينة هاشم المختار متوسطن ياه شهير كلام وصنواكم لختام حلقتنا على امل اللقابي حلقة جديدة اختام التقبل والتحيات والتحيات كهذا العمل بدل اللقاب